الجملة الأخيرة اللي قلناها قبل الفاصل وهي فكرة البراند يامج أو الصورة الزهنية لنادي الزمالك كمنتج يعني أنا دايما حتى بقول إنه الزمالك أو أنا لو معي منتج ببيعه لعشر تلاف واحد هارف أكسن منه فلوس فده الزمالك اللي عنده ملايين المشجعين فالمفروض الزمالك ده أبدا ما بقاش عنده أزمات ملاية إزاي بتشتغلوا أو بتفكروا إن الصورة الزهنية دي تتعدل أو تتحسن الفتر اللي جاي عشان يبدأ الزمالك ما يخشش في كثير من الأزمات المالية زي ما بيحصل دلوقتي هي دي قيمة القيمة الموحدة إن إحنا عبارة عن خليط من الأشخاص المحبين لنادي الزمالك وكل واحد متخصص في جزء من المشاكل اللي موجودة طبعا الأستاذ الكبير هني شكري ومعاه من تحت السن أحمد خالد هم متخصصين في الريبراندينج بقى أو البراندينج بتاع المادي عدت عادة بالمناسبة مش لقاء تلفزيوني بالمناسبة يعني أنا أعاسف للمواطة مع أحمد خالد وشفت شخصية هيلة شاب واحد جدا شاب هيل يعني أنا أعاسف للمواطة فدول هم اللي هيشتغل لإن بناء على اللي هيحصل ده حنبني حاجة كتير جدا إنت سهل إنك تستعيد لإن نادي زي ما لك اسم كبير عليه شوية بس كده عاوزين نشيل ده فبسرعة حيلمع جدا وجماهير حتخدمه أنا في أحد اللقاءات كنت بقى أراهن على ريمونتادة رجال الأعمال ومحبين نادي الزمالك ومشجعين نادي الزمالك الأسماء الكبيرة والناس المحترمة اللي هتقدم يد العون بنادي الزمالك مش لازم يبقى مدي مش تبرعات مش لازم مش لازم اللي عنده فكرة اللي عنده تسهيلة معينة في طريقة معينة حاجات كتيرة جدا نادي الزمالك هيرجع له الكلام ده بسرعة جدا فدي أول حاجة احنا هنعتمد عليها الريبراندنج لإسم نادي الزمالك دي نقطة مهمة جدا هل في خطوات عملتها يعني مشاول من دلوقتي بس هل في بلان أو خطة واضحة لهذا الأمر هل تكلمتوا مع الشركات هل تكلمتوا مع مؤسسات هل تحركتوا أنا متأكد أنتوا لو هتستلموا المهمة بعد ثلاثة يام أنتوا يعني لو هتستلموا يوم الجمعة هتبقى عايزين يوم السبت معاكم فلوس كتيرة جدا عشان تحلوا كل المشاكل دي فأنا أتصور أنتوا على الأقل بتشتغلوا ولو فيربل يعني بشكل ودي مش بقول بعقود يعني في الفترة الحالية بتعملوا إيه هاني شكري قريدي صاحب أكبر شركة تسويق في الشرق الأوسط هو الانقل السي او بتاعها يعني طبعا فبسهولة جدا الناس بتصق فيه هو مش لسه جديد يعني فهو الأول بس هيعمل عملية التلميع والتسويق وهو 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 وهنقدر نجيب بقى بناء على ده الرعاة صدقني كل الناس دي معاها ملفات أوريدي هي مذكراها وجاهزة للانطلاق حلو وهدي ميزة بقى اللي إيه القايمة الموحدة كل واحد معا ملف يقدر يشتغل فيه على طول خليتني أفكر في حاجة دلوقتي تقلق وتبسل يعني اتنين يعني مش عارف دلوقتي موانسي شام ناصر معا ملف مهم جدا أستاذ هاني شكري معا ملف مهم أحمد خيام معا ملف مهم أستاذ هاني برزي معا ملف مهم جدا زي ما انت قلت دي ميزة بقايمة الموحدة أن كل واحد يبقى معا ملف معاين طب لو في ناس من القائمة دي اللي معاهم ملفات مهمة زي دي ما بقوش موجودين في القائمة اللي انت خبت ما وفقتهمش وجمت ناس تانية هل هيحصل هنا خلل هل هيحصل هنا مشكلة هل هيحصل هنا أزمة ولا الناس دي بما فيهم حضرتك لو لم توفق هتبقوا شغالين من بره بشكل طبيعي جدا كل الناس اللي في القائمة دي رجال الأعمال وأصحاب فكر وإدارة نجحين قردي الناس اللي بتوصل لهذا المستوى في النجاحات دي وفي إدارة حجم مؤسسات كبيرة جدا بيبقى عندها من سعة الأفق وسعة الصدر إن هي تستقبل وتحتضن أي حد طالما هو معاك في نفس الاتجاه النجاحات أنا ما بقولش إن القائمة الموحدة فرد لكن هي الأفضل الأسرع الأهدى اللي تقدر على طول بيها تنطلق صح؟ صحيح بدل ما ييجي حد من بره كلهم ناس كويسين لكن قد نختلف فكريا وكل واحد يتمسك بفكرته أو رؤيته على بالما الناس تتطفق هتاخد شوية صحيح وقد لا تتطفق صحيح لا أنا اللي صح أنا المفروض كلام اللي يمشي وهكذا صحيح فإحنا عايزين نتفادى بقى الكلام ده ويريد يعني أتمنى النجاح للقائمة الكاملة إن شاء الله صحيح